من عجائب الدنيا السبع حين ظهرت الجائحة قال لي بعض الأحباب كورونا كذبة يكشفها كل أولي الفهم والألباب ثم بعد أن تواتر العلم بوجود هذا الطاعون ومات فيه كهول وشبان كثيرون ولم يسلم منه مرضى ولا ممرضون ولا أساسة ولا سياسيون وامتلأت المستشفيات بالشهيق والزفير وأعلنت كل دول العالم أقصى حالات النفير من هذا المرض الذي ليس له منذ الإنفلونزا الأسبانية نظير فما كان منهم إلا أن يعترفوا بوجود الفيروس للحق خاضعين لكنهم زادوا أنه مصنوع في معامل ومختبرات الصين كي يبيعوا لنا الكمامات وأدوات النظافة والتعقيم فيصبحوا للأموال كاسبين وللثروات جامعين وبعد أن تحقق قول سيد المرسلين وحبيب رب العالمين تداو عباد الله فإن الله عز وجل لم ينزل داء إلا أنزل معه شفاء واكتشف العلماء العقاقير والمطاعيم فقالوا لي ولغيري مشككين إياكم إياكم ومطعوم الصين فإن فيه لكم الهلاك المبين وهم اخترعوا هذا المرض إلا ليدسوا لكم في دوائه شرائح التجسس والتوحد والسرطان وغير ذلك من الدجل فتأخذوا المطعوم ويجعلوا لكم السم فيه مع العسل ثم بعد أن عرض عليهم مطعوم فايزر للأمريكان وفيه أعظم تكنولوجيا هدى الله إليها بني الإنسان وهي المرنة التي فاقت ما قبلها في الفعالية والأمان قالوا مرعوبين مذعورين في جروبات الواتساب مناشدين إياكم إياكم ومطعوم الأمريكان فسوف يغير جيناتكم والمسألة فيها مجازفة وخطر شديدان فإما أن تتحول إلى سوبرمان وإما أن تتحول إلى تمساح أو يصيبك العقم فلا ترزق بالأولاد بعد الآن ثم بعض الضغط والمناقشة وكثرة الوفيات وارتفاع الحالات وازدحام المستشفيات وإغلاق العيادات وإلغاء العمليات قالوا خذوا المطعوم الصيني فهم الذين نشأ الفيروس من عندهم وخرج في بلدتهم من بين أظهرهم فهم أعرفوا بعلاجه من غيرهم ومطعومهم أفضل من مطعوم خصومهم فسبحان مقلب القلوب وكيف يحول الصينيين كما قال رب العالمين فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وهذه من عجائب الدنيا السبع لا تخرج قبل أن تقول سبحان الله إذا لم تشاركها فاعلم أن شرائح الفايف جي قد منعتك ترجمة نانسي قنقر